اشتركوا في القناة 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 التأثير ما لها طبعا اعتمادا على العدو اللي دي يستخدم هذا هذا الصندوق أو هذا الستيشن سواء كان عدو من المستوى الأحمر أو البنفسجي أو لما يكون من النخبة فرح يختلف قوة الصندوق والهيلينج اللي ينطيه للأعداء اعتمادا على نوعهم كذلك هنا ذاكرين أنه هاي المحطات الستيشنز رح يبدون يتأثرون بالنبضة الجامر اكون نبضة جامر اذا تعرفون باللعبة رح يبدون يتأثرون بهاي النبضة وممكن تكسرهم واتدمجهم باستخدام هاي النبضة طبعا بالنسبة للعبين الليفل الثلاثين من الليفل الثلاثين وور تير وان من العالم العالم الأول للعالم الخامس المحتوى اللي موجودة هنا طبعا رح يخفضون الدمج الخاص والدروع الخاصة بالعداء اهنا ذاكرين أنه كيف هنا ليش هم ماذا يخفضون هذا شي ليش يخفضون الدمج والدروع والصحة بالنسبة للعداء بين العالم الأول والخامس حتى الناس اللي يدخلوا واللي دخلوا للعبة جديد واللي صعدوا الليفل الثلاثين مباشرة باستخدام القفت اللي حصلوا او الهدية اللي تحصلها لما تشتري توسعة نيويورك البوف اللي يجيك تلفل الشخصية حتى هذول اللاعبين ما يعانون من اللعبة ويقدرون يلعبوها بشكل سلس بالنسبة للنيرفات طبعا هذا المكان المهم بالنسبة لنا كلاعبين النيرفات اللي حصلت بالنسبة للأسلحة كل الأسلحة تم تخفيض الدمج الخاص بها بنسبة 20% لكن الرايفل والسنايبر الرايفل مثل ما تلاحظون هنا عشرة بالمئة اضافية القناص بنادق القناص بنسبة عشرة بالمئة اضافية يعني راح يكون كل الأسلحة تخفضت بنسبة 20% والرايفل والسنايبر تخفضوا بنسبة 30% بالنسبة للسكلات مدى ما اكو شي مهم هنا فقط الكلاستر السيكر المتعددة مقللين المدى اللي تروحها ومقللين الريسبون يعني يعني المدى اللي راح لما تطلقها وتنفجر بها السيكر ايضا مخفضيها حتى هناك عاتبين انه حتى تكون يعني السيكرات تبدي تستجيب بشكل اسرع هو افضل اللاعبين هذا كان التغييرات اللي موجودة هنا اضافة الى تعديلات طبعا هنا مثل ما تلاحظون هذا المكان كله تقدرون تقرؤوا بالتفصيل تدخلون للموقع هذا هنا تصليح للاخطاء اللي موجودة حاليا باللعبة يعني الخلل اللي موجود ببعض المكانات بالداركسون بامور هاي شغلات يعدلوا هنا ذاكريها كلها بالتفصيل ما اعتقد انه هي شي مهم وما تهمنا احنا كلاعبين المهم يصلحوها النا حتى من منعني من هاي الاخطاء طبعا هذا كل ما كان مذكور بالتحديث القادم هتمنى يكون الفيديو واضح ومفيد اي سؤال لعدكم اي استفسار تقدرون تكتبوا ليه دائما بالتعليقات واتحاول اجاوبكم عليه باسرع وقت ممكن تحياتي لكم اشوفكم فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة